خلينا نروح للنادي الأهلي وخليني أغطي لحضراتكم بما أن احنا بكرا إن شاء الله عودة للتدريبات عندنا مباراة مهمة جداً بداية من السبت اللي جاي يعني النهاردة إن شاء الله منتظر أن مارسل كولر يرجع من أجستو يبدأ بكرا إن شاء الله النادي الأهلي العودة للتدريبات لسه راجل شوية ما خدش قرار فيما يخص لعيبة الدولية هل يديهم راحة بعد مؤسكر المنتخب 48 ساعة ويرجعوا يدخلوا في تحضيرات والسعادات لماطش السبت اللي جاي ماطش ميدياما عندك ميدياما الغاني ضربة البداية هنا على أرضك وبعد كده هتروح تلعب يونج أفريكان وغالباً بعد كده هيبقى ماطش شباب له زداد المواجهة الأقوى أو الأصعب في المجموعة غالباً هتتأجل عشان مشاركة الأهلي في كاس العالم لكن ده مش كلام نهائي حيبان مع الوقت لكن في نهاية عندك ثلاث مواجهات في منطقة القوة في بداية مشوار بطولة أفريقيا إن شاء الله راجل فيما يتعلق بالدوليين بيدرس أن يديهم راحة 48 ساعة وبعد كده يخشوا في مرحلة التحضير كهرباء راجع طبعاً مرة تانية للمشاركة وهيكون جاهز إن شاء الله لمبارات واحدة من الأوراق المهمة جداً اللي بيراهنا عليها مارسل كولر والحقيقة عايز أتكلم على كتير من الأسماء اللي تعرضت ليها سواء منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلام عن طبيعة علاقتها أو توتر علاقتها بمارسل كولر في الفترة الأخيرة وهقولهم لحضراتكم اسم باسم بس لما يشرافنا طبعاً الكابتن الكبير فتحي نوصير في الحالة هنتكلم معاً عن الملف ده وفي نفس الوقت هو طالب كولر طالب من الجهاز الطبي تقرير كامل عن حالة المصابين أنت عندك خمس لعيبة كلهم طبعاً لعيبة كبيرة جداً عندك السلية عندك متوالي عندك معلول عندك رضا سليم وعندك أكرم توفيق خمس ورقات من دهب يعني فبالتالي راجع عايز تطمن هل ممكن يكونوا جاهزين قبل إن شاء الله ما نبتدي ملحمة أفريقيا مرة تانية معلوماتي بتقول إن السلية جاهز بنسبة 100% السلية يمكن حتى مع فترة الأجازة أو الرحة السلبية اللي ادعى مارسل كولر الإسبوع الأخير عامل برنامج لنفسه وشغال حقيقة بشكل كويس جداً فأتمنى إن السلية محتاجين السلية جداً يا جماعة في الجمهور الأهلي يقدر تماماً قيمة وحجم عمر السلية جوة الملعب وبرها الملعب ويمكن برها الملعب أكثر من جوة الملعب صحيح طبعاً هو لعيب كبير جداً ومهم جداً في خط النص لكن دوره كمان برها الملعب لا يقل أهمية وأعتقد إنه هيصنع الفارق في حالة وجوده مرة تانية عندك محمود متولي ممكن شوية بقى برها الحسابات ريدا سليم أكيد برها الحسابات اللي ممكن يبقى فيه فرصة للحاق بالشوال الأفريقي ممكن يكون قريب شوية ممكن يكون أكرم توفي